أطول رحلة خطار بأطلعها في حياتي 45 ساعة شفيو مسالة مسالة صوص أي متران جدا خلينا أخدكم رحلة على الحمام وعزمتني أنه في عيد الدبالي اللي هو عيد الأضواء الهندي أني أروح عندها في البيت موسيقى 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 جاهز لحمسة واربعين ساعة والله أريد أن أقول أنني جاهز لكن لا أعرف إذا سأصمد موسيقى الموسيقى أين ستذهب؟ عندеты؟ من أخرين؟ أنت من الجيلة؟ بل fac العام سروري 10–10 10 قegة 10 تم finished القلilage جبه أخرين، للافق بلادين أنت من الجيلة من الجيل، Albert قبل الموافق بلادين الت Institute Institute هذا هو القطار اللي رح نطلع فيه بأطول رحلة خطار بطلعها في حياتي 45 ساعة الرحلة من مدينة تشيناي في الجنوب لمدينة نيودل هي في الشمال موسيقى طيب القطار طلع أنا مش عارف عشو متخمس القطار 45 ساعة يعني عذاب يعني تعب يعني بحدة وأنا مكيف أنت مكيف؟ والله مكيف عراحتك قطاشين ومكيفين عراحتنا كل عام تبخير كيفين عراحتك؟ كيفين عراحتك؟ كيفين عراحتك؟ القطار كان فيه عدة درجات وحنا حجزنا على درجة سليبر كلاس نون إي سي أكتر درجة محلية والتذكرة كانت بأقل من 10 دولار وصلنا على القطار أول يوم كان متأخر فالشيء الوحيد اللي كان ممكن نعمله أنه ناخد مقاعدنا والنام مركبي هم لي يرشتاني بهونا شاي كوفي ساعة ستة الصباح سأيت على صوت الكترات والناس وبقع الشاي سأيت على صوت الكترات الساعة ثمانية الصباح سأريد أن أفطر هذه الزلمة يأتي بأكل كتلي براغ 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 35 براغ شكرا شكرا بالنسبة للأكل هناك أكثر من أحد وكل أحد مع أكلات مختلفة ولكن أنا لا أفهم شيء لأنه كلها أكلات جديدة وأسماء غريبة فهلما كانت معه إما أوملت أو شيء اسمه إتلي براغ وأنا صراحة الأوملت أعرفه ولكن من جاء بالي أوملت أجرروا شيء جديد يأتي على قطار 45 ساعة فنجعلنا نخبس الآن هذا واضح أنه هناك سوس هذا ماء لكن هناك سوس أنا صراحة مش عارف إش هاد بس يعني من الشكل بتخيل أنه هذا الأشي معمول من رز وكوكونوت وهذا الأشي على الأغلب أنه خضار مقلية واضح أنه أنه إش فيه مسالة مسالة سوس طب ثم بدي أشوف إذا كان هناك شخص يساعدني كيف أكل هذا الأشي لأنني مش فاهم كيف المفروض هل مفروض أحط السوس على هاي الأشياء وأصير أأكل شوية شوية لبنش أحضرها هنا أحضرها 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 أو أحضرها طب طلع لازم أحط السوس جوه وبخلطه كيف أنه جيدة ولكن لنرى ماذا هذا أحضرها هذا المعمول من الفول دعني أكمل أكل ونرىكم في المراحل القادمة موسيقى ما اسمك؟ سريجا سريجا أنا كاسم أنا ترانجندر أنا باكين أعمل 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 باكين باكين أعمل أنا باكين الساعة 10 الصبح أجت مجموعة من المتحولين جنسيا يصحوا الناس ويشحدوا المتحولين جنسيا في الهند منبوذين من المجتمع لذلك مهنتهم هي الشحدة لكن بنفس الوقت لهم قدسية خاصة بالديانة الهندوسية وبعض الناس بتباركوا فيهم موضوع ممكن ندخل فيه أكتر بفيديوهات جاية متعرف؟ لما يصير عندك وقت فراغ كثير ولمش عارف شو بدك تعمل كي بتصير تلاقي الشغلات الصغيرة الهبلة اللي بالعادي أنت تحس حالك مش فاضي تعملها بتصير تعملها زي مثلا عم بنظف الإيربودز تابعوني والمشكلة مايش اشياء ننظف فيه فعن بستخدم سحاب هاي الشانت اللي معي تلقي حالك تعمل شغلات بحيث لا تدريب بس حلو حلو كثير حلو الشعور كثير حلو تكون عندك وقت فراغ قاعد في عندك شباك تطلع شوفوا يا رماعة خمسة واربعين ساعة من الطبيعة جيد طب بما اننا عادين ومش هم نعمل اشي هالا خلينا اخدكم لفة عرفكم على السليبر كلاس حلو السليبر كتارات الهند والاهم حالة اذا ازتكون في الهند تحتاجو من القطار فيها مساء اتفضل يا اخو مساء القطار كله عباره عن خوت زي هذه رأيها وأحسن إشي ان تتخذ التخد اللى فوق فادها بتنام فوق ما حد رح يزعجك رح تنام وانت مرتاح و ما حد رح يحكي معك بينما اذا تتخذ اللى بالنص او اللى تحت ممكن انه الناس تصير بدها تقعد فتيجي تقعد جنبك جي بيا ماذا تي 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 صلاة تي صلاة تي صلاة تي صلاة تي خلينا اخدكم رحلة على الحمام فزي ما شايفين الحمام حمام عربي وفيه مقسلة صلاحة يعني كتير انظف مما بتتخيل انه ممكن تكون الحمامات في القطارات في الهند عادي زي اي حمام عربي في عندك موية كل شي بس لازم اجيب معك فان مهكي يا باستري ادعت انام ساعة لقد انتين لان صحيت كتير بكير الصبح فكان لازم ارجع انام وصحيت على صوت بيعين الاكل شكله على كل وجبة بيجي الناس يبيعوا شغلات مختلفة هلأ كل اياتهم عم بيجوا عم بيعوا برياني لا برياني بج برياني 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 سببين سببين حسنا 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 طح ريالي بصراحة قوي يعني ليس سيئ اكتشفت ان الكهرباء تبعت القطار كنت افكرها 110 فولت فلا تشخن اللابتوب ففي عندي المجال اني اشتغل فبدي اعمل فيديو قضيت اغلب وقتي بالقطار باشتغل بقرأ كتب وبحضر وثائقيات على نتفليكس وكمان تعرفت على عدة اشخاص من اللي كانوا معنا بالقطار فتعرفت واننا في القطار على دينا وعزمتني انه في عيد الدوالي اللي هو عيد الاضواء الهندي اني اروع عندها في البيت لذا سأأتي لك في الدوالي نعم 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 طيب هلا حان وقت وجبة العشاء طلبنا تالي تالي جنوب هندي وبرياني مع دجاج ايش امرتب يا جماعة انا كثير مبسوط بالقطار خيز جدا 1.50 و 1.90 يعني دينارين دينارين 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 رحلتنا بالقطار اللي كنا متوقعين تكون مملة ومتعبة كانت من اجمل التجارب وما حسين اللحظة بالملل بالقطار رح تلاقي نفسك عم تعيش تجربة السفر للهند كلها وانت بمكان واحد ابتداء من الشاي وكل انواع الاكل العادي واكل الشارع اللي بتلف عليك بدون ما تتحرك الناس من مختلف الخلفيات اللي ممكن تتكلم معهم الموسيقى بيعين السماعات بيعين المخدات بالليل الشباك اللي مفتوح على العالم الخارجي والشحدين بعد هاي التجربة اذا واحد حكالي عندي اربعين ساعة بدي اتعرف فيهم على الهند رح احكيلو يركب القطار موسيقى موسيقى وهيك رحلة الخمسة واربعين ساعة بالقطار من شناي إلى نيودالهي في الهند او صراحة هاي هل اكتشفنا انها خمسة وثلاثين ساعة طلعت ليس خمسة واربعين طلع هذا القطار اكسبريس فبوصل بسرعة المهم كثر الله اسفاركم السلام كيف حاسس موسيقى يالله على الهوستر مرحبا انا ابن حتوتا اذا عجبكم الفيديو اعملوا شير واشتركوا في القناة عشان تابع رحلتي حول العالم موسيقى